في مباراة كل ما كان ينقص فيها هو التسجيل تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظره الموريتاني بصفر لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وذلك برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الكاميرون 2021 وأوضح وحيد خاليلوزيج في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أنه لو تم استغلال الفرصة التي أتيحت للعناصر الوطنية منذ الدقيقة الأولى وافتتاح النتيجة مع ضربة البداية كانت المباراة ستعرف مجرى آخر في الجولة الثانية سيواجه المنتخب الوطني منتخب بوروندي يوم التاسع عشر من نوان بيرلجاري على أرضية ملعب الأمير لويس روغاسوري بمدينة بوغمبورا ترجمة نانسي قنقر